يحلم تشافي إرنانديز المدير الفني الجديد لبارشلونة بالتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الصيف المقبل وينتهي عقد صلاح مع الريتز في صيف 2023 ولم يوافق اللاعب المصري على عروض ليفربول الخاصة بالتجديد حتى الآن وحسب صحيفة ميرور فإن تشافي يريد ضم صلاح بأي ثمن مع اقتراب غريم هيريان مادريد من التعاقد مجانا مع كيليان بامبي نجم باريسان جرمان في الصيف المقبل وأشارت إلى أن بارشلونة لديه ديون تتخطى مليار يورو لذا فإن تعاقد البارسا مع صلاح يعود إلى قدرة الفريق على التعافي من أزمته الاقتصادية وعدم موافق الصلاح على عروض التجديد مع الريتز وأوضحت أن تشافي معجب بصلاح منذ فترة طويلة وسبق أن وصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم بعد فوز ليفربول على فلامينغو في نهاية كأس العالم للأندية عام 2019 وذكرت صحيفة ذاتها أن فرصة بارشلونة في ضم صلاح غير مرجحة في المركات الشتوي المقبل لذا فإن البارسا يعمل على التعاقد مع رحيم ستيلينغ نجم مونشستر سيتي ترجمة نانسي قنقر